موسيقى العام المالي 2017-2018 أقنع أعلى عائدات من تاريخ القناة السويس منذ فتاحها 1269 موسيقى نحن كان متواصل 40 سفينة في اليوم بالوقت نحن ندخلين في 60 سفينة في اليوم بعض التوكيلات يليموا الدولارات من السوق المصري ويدفعونا الرسوم العبور طب أنا عملت إيه؟ واشترتنا أن دفع الرسوم يكون بشيء سوفت جاي من خارج البلد من الدولة صاحبة العالم بتاع السفينة حس أن أنا أضمن تدفع العملة الصعبة إلى خزانة البنك المركزي مش ألمي بالسوق موسيقى خلال الأيام القليلة الماضية كان أثيرت بعض الأخبار المتعلقة بمحاولة قصف سفينتي أو حاملتي نفط سعوديتين هل تأثرنا؟ أم لم نتأثر؟ تم تحليل الموقف وهذا النوع من السفن دي ممثل وقتش عققاشة بمية مش هتنين عشر كمان من السفن التعدي في خناة السيس موسيقى مش ممكن تيجي هذا المكان إلا ما تحس بأحاسيس مختلفة يعني حت تقدر عواطفك وتهز مشاعرك وتشحز وجدانك وتملأ قلبك بكل مشاعر الوطنية وكمان هتشغل عقلك في النجاح وفي التحدي لأنك هنا في قناة السويس قناة السويس اللي احنا شايفينها بالشكل اللي احنا شايفينه ده هي ليست فقط أهم مجرى ملاحي في العالم وليست فقط أهم مصدر للنقد الأجنبي في مصر ليست فقط مياها لا قناة السويس مياه ودماء قناة السويس سياسة واقتصاد قناة السويس أيضا أمن قومي وتاريخ وثقافة قناة السويس اللي احنا فيها الآن واحنا بنحتفل بثلاث سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وأربع سنوات على بدء بنائها لمدة عام واحنا بنحتفل هذا الاحتفال المهم جدا تعالوا نسأل أنفسنا ما الذي تحقق قناة السويس الجديدة كان أهم معنى وأهم قيمة قالتها هي أنه احنا نستطيع أن نبني الخلود ونستطيع أن نستمر في بناء الخلود بنائنا قناة السويس الأولى قناة السويس الأصلية لكن نستطيع أيضا أن احنا نتطور ونتوسع ولا نتوقف أبدا عن القموخ ولا نتوقف أبدا عن التاريخ عشان كده وإحنا في هذه اللحظات بعض الناس بقى بتسأل طب ما الذي يتحقق؟ إيه أهم النتائج؟ تعالوا نسأل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هنسأل كل الأسئلة اللي يمكن أن تأتي في أذهانكم أسئلة بس مش في الدخل وفي الإرادات أسئلة كمان في الفكر وفي المنظومة علشان الناس كلها تشوف كيف حققنا هذا التقدم الكبير ليس فقط في الدخل والاقتصاد لكن كمان في التفكير هنبدأ الحوار موسيقى هنبدأ مع الفريق مهاب مميش اللي انا وضحته في المقدمة منذ قليل الساعة الفريق احنا هنا في القناة الأولى قناة السويس الأولى واحنا شايفينه هو يعني السفن العملاقة وهي بتعبق ربما اللي عايز اوضحه للناس بشكل كبير واحنا بعد شوية احنا بقى في قناة السويس التاني لو عايز اوضح بقى اهمية انشاء قناة السويس التاني احنا وضحنا ده بس لو عايز اقولوا من على ارض الواقع واحنا شايفين السفن بتعدي كان الوضع ايه واصبح ايه الوضع ان القفلتين وان وي على اتجاه واحد ومش يقدر يجو يخشوا بعض لازم القفلة تستنى لازم القفلة التانية تتعدي يعني لو في قفلة جاية من هنا وسفينة جاية من هنا لازم لازم منطقة انتظار توقف فيها قفلة لازم القفلة التانية تتعدي كان بيقف حداشر ساعة حداشر ساعة عبان مقفلة التانية تتعدي الوقوف ده معنى تأخير فصول البلع استهلاك اه وقود اكتر الاطقب بتقبى فروس طبعا على الوقوف في نفس الوقت تكلفة ده مالك السفينة حداشر ساعة سفينة ما بتشغلش اه يعني مالك السفينة هنا يتكبد اموالا ووقتا وجهدا يعني دلوقتي وبتتأخر وصول البضايع وتأخر وصول البضايع كمان احنا عملنا الفكرة ان احنا نعدي الاثنين في وقت واحد قفلة الشمالة قفلة الجنوب ما يقفوش اطلاقا حيث ان احنا اقتصرنا لحداشر ساعة الوقوف دول محوناهم الى زمن ابحار للسفينة فوفرنا احداشر ساعة لملاك السفينة فبتالي بقينا جاذبين لمرور السفينة على وعلى كده عمقنا القناتين بحيث ان احنا نتعامل مع الاديال القادمة في بناء في السفن بقيت السفن لعملاقة دلوقتي كلها تعدي من هنا اه يعني لازي اضفنا كمان انه كان في بعض السفن بسبب العمق لا تعبر قناة السويس بلوقتي خدينا قناة السويس نتعامل مع الاجال مش الجاية الاجال اللي بعد الجاية كمان اه ليه لان احنا ما ينفعش ان نوصل في وقت نقول ان السفن لا تصبح انها تمر في قناة السويس اللي بعدنا نظرة مستقبلية ان احنا من دلوقتي نقاحل قناة السويس لالاجال انها تستقبل كل السفن ما ينفعش نقول ان في سفينة لان العمق ما يسمحش ما تعديش وده يقلل من دخلنا كمان ويقلل من قيمة قناة السويس كهم مجرم لاحي فبالتالي احنا عمقنا ووسعنا وعملنا او ازدواجية فحسننا من الخواص الملاحية لخناة السويس بحيس تكون جاذبة لمرور السفنة وده اللي حصل فبالتالي